وفي العراق على الرغم من الدعوات قائد فيلق القدس الإيراني للفصائل العراقية للتهدئة أعلنت حركة النجباء العراقية الموالية لإيران أنها ستواصل الهجمات على القوات الأمريكية حتى انتهاء حرب غزة وانسحاب تلك القوات من العراق وأشرت حركة النجباء في بيان لها لأن أي استهداف أمريكي سيواجه برد يناسبه أتابع من أربيل مع الخبير في القضايا الأمنية والسياسية إحسان القيسون أستاذ إحسان أهلا بك معنا في غرفة الأخبار من سكاي نيوز عربية لماذا تغرد حركة النجباء خارج سرب بقية الفصائل؟ تحية لكم شكرا للإستضافة الكريمة ليس هناك ميليشيا ولائية تغرد خارج الفصائل أو خارج أوامر إيران كل الفصائل هي تتبع أيدلوجيا لنظام ولي الفقه وتستلم الأوامر من المؤسسة العسكرية والأمنية لإيران فإذن هو تقسيم وتوزيع المهام من قبل قاسم سليماني ومن قبل المؤسسة العسكرية الإيرانية على هذه الميليشيات الموالية لإيران الذي تستهدف القطاعات العسكرية الأمريكية من أجل تحقيق الأهداف الإيرانية وتوسيع النفوذ الإيراني في المنطقة لأن هذه القوات هي الوحيدة التي موجودة على الجغرافية السورية والعراقية الذي تهدد حلم إيران بإقامة الكليدور أستاذ إحسان عذرا على المقاطعة ولكن إيران تقول أن هذه الجماعات تتخذ قراراتها بنفسها هي لا تتلقى أوامر بشكل مباشر من إيران إيران تغير جلدها يا أخي العزيز من الصبر الاستراتيجي إلى النائب بالنفس الاستراتيجي ليس هناك أي ميليشية تستطيع استهداف القوات الأمريكية إلا بأوامر مباشرة من الحرس الثوري عن فيلق القدس كل هذه الطائرات وكل هذه الصواريخ سلحت هذه الميليشيات من قبل الجانب الإيراني من قبل الحرس الثوري الإيراني فإذا لا تستطيع استخدام هذه الصواريخ وهذه الطائرات لأنها سلحت من قبل هذه الجهة إلا بأوامر مباشرة من الحرس الثوري أو من فيلق القدس فالموضوع واضح جدا لذلك تريد أن نأي بالنفس لكي لا يقع المحضور على إيران إيران لا تريد أن يترك السهم قوسه وأيضا بايدن لا يريد أن يترك السهم قوسه فلذلك سوف تكون المواجهة على الجغرافيا العراقية والجغرافيا السورية وأيضا يحتمل أن يكون بعض الأهداف على الجغرافيا اليمنية اليمنية أيضا طيب ولكن أستاذ إحسان بعد مقتل الجنود الأمريكيين الثلاثة بالهجوم على القاعدة الأمريكية في شمال الأردن حزب الله العراقي أخلى مقراته كان هناك حديث عن إجراءات جرى ترتيبها أيضا تحسبا للرد الأمريكي أو للضربات الأمريكية أستاذ إحسان ما هي الترتيبات التي قامت بها الجماعات الموالية لإيران في العراق حتى الآن تحسبا للرد الأمريكي يسمى الدفاع السلبي الدفاع السلبي أي أخلاء كل المقرات وسحب الأسلحة وأيضا الآليات وتواجدها داخل الأحياء الحضرية فإذن هذه ميليشيا تستطيع أن تستطيع وأيضا القادة ذهبوا إلى إيران لأن ليس هناك يا أخي العزيز قدرات على الردع الجوي وفي ظل تفوق جوي كبير جدا لأمريكا المؤسسة العسكرية العراقية أيضا ليس لديها قدرات الردع الجوي فلذلك دائما أقول هذه هي عملية عسكرية متعددة المستوات بالفكر العسكري تعتبر حملة عسكرية تستمر لعدة أسابيع وبنق الأهداف كثير سوف يكون بنق الأهداف مكانية وبشرية من الأهداف التي سوف تستهدف في القيادة الميدانية لهذه الميليشيات والقيادة السياسية للميليشيات التي استهدفت القوات الأمريكية داخل العراق ولكن أنا أتوقع بأن هذه العملية العسكرية أو الحملة العسكرية بالفكرة العسكرية تسمى حملة عسكرية قد فقدت عناصر نجاحها لأن من أهم عناصر النجاح هو عنصر المباغة أو المفاجأة صحيح من أهم عناصر النجاح ومفتاح النصر هو عنصر المباغة هذه عنصر أنت تستطيع أن تقول لأي دولة لأن الدولة تقاتل بجيش والجيش يقاتل بنظام المعركة وواضح أن يتواجد ومصادر الطاقة ومقرات القيادة والسيطرة لدولة موجودة معروفة نعم طبعا سيد إحسان نحن لا نصطف مع أي طرف ولكن عسكريا برأيك لماذا تأخر الرد الأمريكي وجرى الإبلاغ عنه الحديث على أن الرد سيكون خلال ساعات لماذا أفقد الرد عنصر المفاجأة أو المباغة وأيضا عنصر السرعة كذلك سرعة الرد هي العملية بدأت أخي العزيز الحملة بدأت بدأت من يوم 28 ولكن القطع أمريكا أعلنت عنها بدأت المرحلة الأولى للحملة العسكرية هو الرصد والاستمكان الآن الأجواء العراقية فيها طائرات ثابتة للجنحة وطائرات MQ9 للرصد والاستمكان الأهداف المتحركة والأهداف الغير متحركة هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية تسمى مرحلة معالجة الأهداف فإذن نحن ننتظر المرحلة الثانية من الحملة العسكرية وهي مرحلة معالجة الأهداف المتحركة والثابتة لهذه الميليشيات الولائية التي تأتمر بأوامر إيران خلص نقطة رأس سطر نعم طيب ماذا تتوقع أستاذ إحسان هل يمكن أن هذا الرد الأمريكي يمكن أن يؤثر على هذه الميليشيات الموالية لإيران في العراق أتوقع بأن هذه الحملة هي عملية جراحية وليس لبتر أذرأ إيران في مسرح العمليات العراقي ومسرح العمليات السوري لأن دائما الدمقراطيين تربطهم علاقات هناك رسائل بها غزلا عذري بين إيران وبين الدمقراطيين أربع رسائل رسلت عن طرف ثالث بين إيران وبين الدمقراطيين وبالأخص الرئيس الأمريكي طيب بالعودة إلى عنصر المباغة أو عنصر المفاجأة أستاذ إحسان دعنا نعود إلى الهجوم الذي أصفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين لأول مرة منذ حرب غزة ما الذي حصل؟ كيف جرى اختراق كل التحصينات مع العلم أنه اليوم كان هناك خبر بأن القوات الأمريكية عززت دفاعاتها حول القاعدة الأمريكية بالأردن التي جرى استهدافها ولكن كيف جرى مباغتة الأمريكيين في شمال الأردن الأمر الذي يستدعي ردا أمريكيا القوات الأمريكية قالت بأن هذه الطائرة دخلت بنفس الوقت الذي دخلت بها طائرة أمريكية مسيرة إلى هذه المنطقة فإذن لن تستطيع كشفها ولكن أنا أتوقع بأن هذه الاستهداف هو تخطي للقطوط الحمر للقواعد اللعبة يا أخي لقواعد اللعبة وليس قواعد الاشتباك نحن في الجيش هناك قصف مدفعي يسمى قصف مدفعي إزعاج وهناك قصف مدفعي من أجل إيقاع الخسائر كل هذه الصوارف 160 استهداف أكثر من 500 صاروخ وأكثر من 500 طائرة استهدفت كلها من أجل إزعاج القوات الأمريكية ولكن وقع خطأ خطأ أصاب هدفه فلذلك تقطت القطوط الحمراء لقواعد اللعبة بين إيران وأمريكا شكرا جزيلا لكم أستاذ إحسان القيسون أنتم الخبير في القضايا الأمنية والسياسية مباشرة من أربيل